اشتركوا في القناة دول جنوب شرق آسيا والتي تستضيفها جمهورية لاوس بسم الله الرحمن الرحيم اشكركم على الاستضافة ان منح مملكة البحرين صفة مراقب في الجمعية الـ 45 لرابطة دول جنوب شرق آسيا الاسيان يمثل خطوة جوهرية في تعزيز العلاقات بين المملكة ودول هذه الرابطة الحيوية كما ان هذه الخطوة تعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على فرص جديدة في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والتجارة والامن والثقافة والسياسة وتأتي هذه العضوية كمراقب في توقيت حاسم حيث تشهد منطقة جنوب شرق آسيا نموا اقتصاديا سريعا وتوفر فرصا استثمارية واعدة ان الشراكة مع رابطة دول الاسيان ستساهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البحرين ودول جنوب شرق آسيا اضافة الى دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على الصعيدين الاقليمي والدولي كما يعد حصول البحرين على هذه الصفة فرصة لتعزيز التبادل الثقافي والحضاري حيث تشكل الاسيان تجمعا متنوعا يضم دولا قنية بثقافاتها وحضاراتها ومن خلال هذه العضوية ستتمكن البحرين من المساهمة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة ودعم السلام والاستغرار في المنطقة من جمهورياتي لاو السعادة السيد احمد عبدالواحد قرابا نائب الثاني لرئيس مجلس النواب شكرا جزيلا لك